ايه هي النرجسية ده يا جماعة؟ فالنهاردة هيبقى حلقتنا على ان احنا هنتكلم عن ايه هي النرجسية وصفاتها عاملة ازاي تقدر تعرف ازاي الشخص انت بتعامل مع ده نرجسي علشان نقدر نميز في العلاقات بتاعتنا ماشية ازاي عايز اقول لكم الاول على معلومة كده يعني اعتبر اسطورة تاريخية عن النرجسية وهي كانت ايام الرومانيين او اليونانيين يعني كان عندهم اسطورة قديمة كده بتقول ان فيه شخص كان مهووز بشكله جدا بيحب شكله وصورته كان بيحب يعني كان جميل شوية فكان الشخص ده اسمه نرجسيوس او نرجسيوس كان شخص واسيم جدا جدا وكان دايما بيحب يلف حولين العالم عشان يدور ويبحث عن حد يحبه شاف صورته مرة هو اقف على نهر في المياه انعكاس صورته كده فحب صورته جدا اعجب بيها جدا واعجب بشكله فوقع الشخص ده في قلب المياه وغرق فمكان غرقه ده نبتة زهرة سموها نارسيوس يعني انرجسيوس الاصورة ده جماعة بتوضح فكرة انرجسية وهي حب الزات لدرجة ممكن تقزي النفس انرجسية جماعة عبارة عن مجموعة من الصفات اللي بتجتمع في حب الزات بطريقة متكلفة ومبالغ فيها بدرجات مختلفة انرجسيين بيعتقدوا انهم افضل واجمل شكل وازكى واكثر اهمية من الاخرين وانهم بيستحقوا معاملة تختلف عن اي حد علماء نفسها جماعة بيصنفوا النرجسية كصفة شخصية لنوعين نرجسية فخمة ونرجسية هشة او النرجسية القوية يعني والنرجسية الضعيفة وكمان في حاجة اسمها اضطراب نرجسي في الشخصية ودي الاكتر خطورة نرجسية الفخامة ده جماعة وهو النوع الاكثر انتشار وهي دايما بتبحث عن السيطرة والتحكم بالاخرين دايما بتدور على اصارة الانتباه والسلطة والشهرة النرجسي دايما بيدور على القوة اللي بالتالي بتديله الاهتمام اما النرجسي الهش بيكون اهدى شوية عندهم طبعا النرجسيين دول احساس عالي جدا بالاستحقاق لكن كمان النرجسي بيبقى عنده مشكلة لما بيحس انه بتهدد او بيتهان لكن في الحالتين بيظهر الدمار النرجسي على المدى البعيد النرجسي عنده كمية انانية ملاش حدود ممكن يتصرف بطريقة غير اخلاقية او مسئولة لمجرد تحقيق هدفه خلاص ما عندهش اي مشكلة في دي النرجسي مخادع ومتلاعب لاقصى درجة وما عندهش اي اخلاص او وفاء لاي حد لما حد بيشكك في نظرته لنفسه او يشكك في رأيه باي شكل من الاشكال بيتحول لعدواني جدا ومؤذي بشكل خطير جدا النرجسي يا جماعة شبه المرض كده بس صاحبها مش بيحس ان هو عنده مشكلة حاسس دايما انه طبيعي وصح اللي حواليه هم اللي عندهم مشكلة النرجسي يا جماعة مفتقد اي نوع من انواع التعاطف يعني ما بيعطعطفش مع اي حد يعني ما بيلفدش نظره اي حاجة مؤثرة دايما كده جامد ومشاعره جامدة وما بيتهزش من اي حاجة بسهولة دايما بيحسد الاخرين جدا عنده حقد وحسد لكل الناس دايما متصور ان الحاجة اللي في ايد غيره دي كانت من حقه هو يعني بيستكتر النعمة اصلا على غيره كمان دايما عنده احساس كده بان الحاجة اللي في ايد غيره ما يستهلهاش وكمان دايما حاسس ان كل الناس بتبص عليه وبيحسدوه وبيحقدو عليه هو دايما عنده احساس بالشكل ده دايما متكبر على الناس يعني دايما كده متعالي عنده تعالي كده على الناس وبيتعامل معهم باستعلاق رهيب جدا عنده غرور رهيب جدا يعني دايما معجم بنفسه بشكل مبالغ فيه دايما عنده أحلام بيحلم دايما بالغنى الصراء الفاحش وإنه يبقى عظيم يعني يبقى ما فيش حد زيه وإنه هو يبقى ناجح في كل حاجة في حياته ناجح في الحب ناجح في العمل ناجح في حياته بواجه عام دايما أحلامه بتبقى في الحاجات دي إنه يبقى غني جدا وإنه يبقى ناجح إنه رجلس يا جماعة دايما بيخاف إنه يواجه نفسه بالحقيقة يعني ما بيقدرش يعترف لنفسه بأنه عنده مشكلة أو صفة معينة موجودة عنده علشان يحاول مثلا أنه يقومها لا هو ما عندهش الكلام ده خالص هو مترفع عن كل ده في أقصى حالات النرجسية بيتصنف السلوك ده بأنه اضطراب نفسي بيسمى الاضطراب النفسي النرجسي والتشخيص بتاعه ده بيكون للبالغين فقط يا جمعة يعني ما ينفعش نقول على أن طفل نرجسي يعني ما ينفعش نقول على أطفال أنهم نرجسيين ممكن الأطفال يكون عندهم اهتمام بنفسهم أو يعني أنانية شوية في مرحلة عمرية معينة من حياتهم لكن بعد كده بما بيكبر خلاص بيبقى إنسان طبيعي يعني النرجسي عنده نظرة متفخرة جدا لنفسه بشكل فظيع كمان النرجسي ما عندهش أي تعاطف ناحية أي حد ولا بيتأثر بمشاعر الآخرين إلى جانب طبعا شعوره المبالغ فيه بالاستحقاق اللي بيديله إحساس بأن هو الوحيد اللي يستحق يحصل على كل شيء يستحق أفضل معاملة وتكون مختلف عن أي حد دايما محتاج للاهتمام المبالغ فيه والإعجاب بيه واللي بيخلي الصفات دي فعلا اضطراب نفسي إنها بتتحول لمصدر أزى حقيقي لكل المحيطين بشخص ده وبيتسبب لهم في مشاكل رهيبة جدا تخيل كده إنك بدل ما بتهتم ببيتك أو أسرتك أو أولادك بتتحول لإن أنت تستغلهم وتخليهم مصدر إعجاب واهتمام بيك تخيل إنك مهما حققت من إنجازات وناس كتير وقفت جنبك وساعدوك تيجي إنت بدل ما تشكرهم تنتقدهم على طول الخط وتقلل ما لأي عمل أمو بيه علشانك علشان إنت تظهر إن أنت البطل الوحيد محدش ساعدك في أي حاجة وإنت اللي حققت كل ده بنفسك طيب إيه سبب ظهور النارجسية بكل تأكيد يا جماعة سبب ظهور النارجسية هي البيئة اللي نشأ فيها الشخص ده يعني مثلاً الأب والأم اللي بيدلعوا طفلهم بشكل مبالغ فيه والإفراط في معاملته بشكل مختلف عن إخوته ده بيولد عنده الصفات النارجسية بيترسخ جواه الاعتقاد بأنه أفضل وأهم من الباقيين كذلك النارجسية ممكن تظهر بسبب الإفراط والمبالغة في القسوة على الطفل بتخليه دايماً حاسس بأنه ضعيف وحقه ضايع بيكبر الإحساس ده جواه ولما بيكبر بتظهر أزيته للآخرين بدافع إظهار عكس الضعف اللي جواه وإنه قوي ومش ضعيف زي مكان ووظاير يعني النارجسية في الأساس سببها الإفراط المبالغة في أي شيء تدليل أو القسوة أو الكبت كمان سبب لظهور النارجسية جماعة هو المجتمع نفسه اللي ما بيحاولش يصلح من الشخص اللي بيظهر عليه العيوب دي أو الصفات دي يحاول يقومه فبيزيد عند الشخص ده شعور بأنه اللي بيعمله ده صح محدش بيقوله أنت بتعمل إيه وأنه فعلا أهم وأفضل من أي حد وأن الناس مضطرة أنها تتعامل معاه بالشكل ده النرجسي دايما عنده رعب من أنه محدش يحس بيه أو أنه ما يكون شروق همية عند حد عنده دايما إحساس بأنه هو عبارة عن جايزة فاز بيها الشخص اللي ارتبط بيه أو اللي على علاقة بيه وأنه فخر لأي حد يرتبط بشخص بالصفات دي بيعتبر نفسه أفضل من أي حد لدرجة الجنون النرجسي نظرته للناس أنهم عبارة عن أدوات بيستخدمهم وقت ما بيحب أو يتم استخدامهم فقط لتحقيق أي هدف هو عايزه مهما كان طبعا ومهما كانت الطريقة اللي بيستخدم بيها الأدوات دي وده طبعا بسبب إن عدام صفة التعاطف عند النرجسي لو النرجسي في علاقة معينة والعلاقة دي ما بقاش منها أي استفادة بيتجهلها فورا بدون حتى ما يحس بأنه عمل حاجة أهم شيء في حياته كمية الاستفادة وإيه اللي هيحصل عليه من أي علاقة مهما كانت شكلها فيه ناس كتير يا جماعة بتسأل سؤال وهو هل النرجسي ممكن علاجه ولا لا الإجابة طبعا يا جماعة وللأسف هتكون صعب جدا جدا وبشكل يوصل للإستحالة أولا يا جماعة العلاج بيتطلب إن شخص المريض ده بيبقى عارف إنه فعلا مريض أو إنه محتاج للعلاج علشان يبدأ رحلة العلاج لكن مع شخص النرجسي اللي أصلا ما بيعترفش بإنه غلطان ولا بيقبل أي انتقاد لشخصيته بيعتبر كل الناس اللي حواليه دول مرضى وهو الوحيد لسليم هيوافق ويقبل إزاي فكرة إنه يتعالج ودي أكبر مشكلة عند النرجسي إنه أصلا ما عندوش استعداد لمناقش اتباعه أو تصرفاته بيترفع عن كده وإنه ما يلاقيش أي حد أو ما يلاقيش بيه إنه ينزل للمستوى ده هو أعلى من كده وأزكى من أي حد كمان النرجسي ما عندوش أي إحساس بالأمان ناحية أي حد علشان كده هو بيعتبر اللي حواليه دول كلهم ضده وأي كلام بيقولوه ضد مصلحته حتى لو كان أقرب الناس له الصفات والسمات اللي اتكلمنا عنها دي ممكن تكون موجودة في بعض الناس لكن الناس دول ناس طبيعيين بتكون بشكل طبيعي وصحي أما لما بتكون موجودة بشكل جنوني مبالغ فيه فده اللي بيخليها صفات مرضية ومش عايز حد ياخد كلامي على إنه نرجسية بتختص بالرجالة بس أو بالستات لكن النرجسية أو الصفات النرجسية جماعة ممكن تكون موجودة فيه شخص رجل أو ممكن تكون في ست